اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبالكوين سريب التسليم ويدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط قود الخاصة موجودين تحت بالدسكريبشن انا شخصيا الرابط قديم ب جاي حابين تكون لعن اي دوري. فبسم الله نبدأ من مراكز الحراسة كالعادة طبعا وعن الحارس الاول اللي هو صراحة من افضل الحراس يعتبر حاليا بالدور الاسباني ومن افضل الحراس بالعالم. هالموسم متقلق بشكل مطبيعي مع نادي برشلونا. فبطاقة العادية خمسة وتمانين نزله طبعا للسبعة وتمانين فبتوقع انه يكون عنده تلاتة وتسعين طاقته على هاد الشكل الريفلكس على طاقة عنده بتكون اربعة وتسعين صراحة لو كانت طاقته هاد الشكل بيكون شي جدا ممتاز لعب خمسة واربعين مباراة هاد الموسم تلقت شباكه اتنين وتلاتين هدف وعملت تلاتة وعشرين تلين شيت صراحة احصائيات بشكل عام تعتبر جدا ممتازة بالنسبة لترش تيجن هاد الموسم الحارس اللي بعده عنه ولي هو طبعا نزلت له هاي البطاقة خلاص اللي هي بتشكيلة الموسم للعبين المظلومين اللي ما نزله النسخ انفورم فبطاقته العادية ريتنج اثمانة وثمانين نزله نسخة تلاتة وتسعين هي احصائياته قدامكم لعب اربعة واربعين مباراة تلقت شباكه اربعة وعشرين هدف واحصائياته يعني تعتبر جدا ممتازة وستة وعشرين احصائياته افضل من تيرش تيجن نسبيا لكن بيغطي عليه دفاع اتليتكو او طريقة لعب اتليتكو الدفاعية بشكل كبير يعني عكس برشلونة بتلاقي دايما طريقة لعبه هجومية بشكل اكبر فطبيعي انه احصائيات تيرش تيجن تكون اقل منه شوي لكن اعطيناهم الاثنين نفس الريتنج لانه الصراحة تيرش تيجن ما اثر هاد الموسم مع نادي برشلونة فننتقل حاليا على مراكز قلوب الدفاع وعن قلب الدفاع الاول اللي هو نينجلت مدافع طبعا نادي اشبيلي او لينجلت تقريبا اسمه فبطاقته العادية ريتنج اثمانة وسبعين فالصراحة بدع بشكل كبير مع شبيلي هاد الموسم بالرغم من اداءه السيء صراحة فلعب خمسين مباراة هاد الموسم اثمانة وسبعين عدد تدخلات الناجحة سجل اربع اهداف وصنع هدف وحيد فبتوقع انه البطاقة تنزله براتنج سبعة وتمانين الدفاع اثمانين الفيزيكال ستة وتمانين ابرز الطاقات وفيه اشاعات كبيرة عن امكانية انتقاله لبرشلونة او ريال مدريد لعب صراحة من اللاعبين الجدا ممتازين ومتمنى شوفه باحد الاندية الكبيرة فهذا بالنسبة لهذا اللاعب اللاعب اللي بعد عنه اللي هو سامويل امتيتي اللي اكيد ما في اثنين بيختلفوا على انه لازم يكون بتشكلة الموسم الافضل المدافعين صراحة حاليا بالدور الاسباني فلعب تسعة وتلاتين مباراة هاد الموسم اثنين وستين عدد التدخلات الناجحة سجل هدف وحيد مع نادي برشلونة كان ضد نادي فالنسيا تقريبا اه فبطاقته العادية طبعا ريتنج تلاتة وتمانين فبتوقع ان ريتنج يزله تسعين صراحة بيستاهل ريتنج تسعين بشكل كبير يعني ممكن يزله ريتنج تسعين او حتى يمكن واحده تسعين فطبعا الدفاع والفيزيكال تسعين ابرز الطاقات بيكونوا عنده السرعة تمانين والباصات ايضا تمانين لعب من اللاعبين جدا ممتازين وبيستاهل صراحة قلب الدفاع اللي بعد عنه ولي هو دياغو جودين ايضا من افضل مدافعين بالدور الاسباني هاد الموسم مع نادي اثنين كومدريد بان نزله نسخ تقريبا يمكن بس هاي النسخة الموجودة الى النسخة العادية فريتنج تمانه وتمانين طبعا النسخة العادية بتوقع ان ريتنج يزله تلاتة وتسعين صراحة بيستاهل دياغو جودين من افضل مدافعين باللابي فلايب خمسة واربعين مباراة عدد تدخلات الناجح اتنين وسبعين هاد الموسم سجل اربع اهداف تلاتة وتسعين ابرز طاقة عنده اللي هي الدفاع اربعة وتسعين وبعدين الفيزيكال تمانه وتمانين قلب الدفاع اللي بعد عنه اللي هو جرارد بيك ايضا جرارد بيكي من المدافعين الجدا ممتازين صراحة بالدوري الاسباني هاد الموسم مع نادي برشلون عكس يعني اذا شفنا الموسم من ماضي اداءه كم متراجع بصراحة لكن هاد الموسم شفت انه بدأ انه يسترجع مستواه فريتنج العادية طبعا البطاقة العادية 87 بتوقع ان ينزله الريتنج 93 لعب 45 مباراة هاد الموسم 38 تدخل ناجح سجل 4 هداف وما صنع ولا هدف طبعا ايضا يعني هاي البطاقة نزلت له خلص يعني لتشكيلة اللعبين المظلومين فحاليا رح نتعلى مراكز الاظهر اليمين عنا وعننا اللعب اللي هو اخوان فران ايضا اخوان فران من اللعبين جدا جدا ممتازين بصراحة وبشوف انه بيستهل تنزله بطاقة team of the season فطبعا لايب 27 مباراة هاد الموسم عدد التدخلات الناجحة 51 يعتبر عدد مبتاز بالنسبة لعدد مبارياته ما سجل ولا هدف لكن صنع 4 اهداف وطبعا 14 مراوغة ناجحة اضفت هاي الاضافة الجديدة اللي هي عدد المراوغات بالنسبة من الازهر او طالع لخطوط الوسط والهجوم فريتنج 90 طبعا بتكون الباصات 91 الدفاع 91 ابرز الطاقات عنده بتكون صراحة طاقات جدا ممتازة نزلت له هات الشكل الظهير اليسار الاول عنه واللي هو جاية ايضا جاية من اللاعبين الجدا ممتازين او في بعض الناس بتقول له خاية فالمهم يعني لعب من اللاعبين الجدا ممتازين فريتنج البطاقة العادية 79 طبعا نزلت له هاي البطاقة خلص ريتنج 88 لعب 35 مباراة هاد الموسم 67 تدخل ناجح ما سجل ولا هدف لكن صنع 5 اهداف احصائية بشكل عام تعتبر ممتازة جدا وعدد المراوغات الناجحة 33 يعتبر عدد جدا ممتاز بالنسبة للاعب ظهير فالظهير اليسار اللي بعده عنه واللي هو مرسله ايضا مرسله موسم جدا ممتاز صح انه ممت للموسم الماضي الموسم الماضي صراحة كان مرسله يعني افضل ظهير بالعالم كان بدون منافس لكن هاد الموسم اداه بتقدر تقول تراجع شوي فبتوقع ان البطاقة تنزله بريتنج 92 طبعا لعب 39 مباراة هاد الموسم 62 عدد المراوغات الناجحة سجل 5 اهداف وصنع 7 اهداف احصائية جدا ممتازة بالنسبة للاعب ظهير و40 عدد المراوغات الناجحة طبعا فالعب اللاعبين الجدا ممتازين الظاهير الي بعده عنه واللي هو جوردي ألبا طبعا ما حدا بينكر انه جوردي ألبا من هاد الموسم من افضل يعني الاصهرة صراحة بالعالم فالبطاقة العادية بريتنج 85 ونزله اوبجريد لل 87 فبتوقع ان الريتنج ياخده 93 عصائياته جدا ممتازة هاد الموسم 45 مباراة 68 تدخل ناجح سجل 3 اهداف وصنع 12 هدف يعني 12 هدف وانت ظهير في يعتبر عدد جدا جدا ممتاز و23 عدد المراوغات الناجحة ابرز طاقة عنده اللي هي السرعة 98 والدربلينج 90 والدفاع ايضا 90 صراحة لو طاقاته نزلت على هذا الشكل بيكون شي جدا جدا ممتاز صراحة فمننتقل الان عمراكز المحاور عن المحور الاول والي هو توماس بارتي محور نادي اتلتكو مدريد من لاعبين جدا ممتازين بصراحة هاد الموسم لاعب 46 مباراة مع اتلتكو 106 عدد تدخلات الناجحة يعتبر عدد جدا ممتاز سجل 5 اهداف وطبعا ما صنع ولا هداف عدد المراوغات الناجحة 55 بالرغم من انه لاعب محور لكن عامل 55 مراوغة فيعتبر عدد جدا ضخم بالنسبة للاعب محور فابرس طاقة عنده بتكون اللي هي الفيزيكال 88 لدريب لينك 87 الدفاع 84 طبعا فننتقل على المحور اللي بعد عنه اللي هو سيرجي بوسكيتس ايضا هاي البطاقة نزلت له خلص اللي هي بريتنج 92 فهي احصائياته هاد الموسم لعب 46 مباراة عدد تدخلات الناجحة 97 قرابة المية يعني فسجل هدف واحد وصنع 3 اهداف طبعا انا بجيب بعدد تدخلات الناجحة اللي انه ممكن يكون عدد تدخلات الكلية مثلا فوق الـ 120 ولا شي لكن الناجح منهم 97 تدخل فمننتقل على المحور اللي بعد عنه واللي هو كوندوبيا لعب نادي فالنسيا ايضا من افضل محاور بالدوري الاسباني هاد الموسم لعب 34 مباراة 82 تدخل ناجح سجل 4 اهداف وصنع 4 اهداف 52 عدد المراوغات الناجحة هيعتبر عدد جدا ممتاز ايضا لعب من لاعبين الجيدين جدا صراحة كوندوبيا هاد الموسم مع نادي فالنسيا طبعا اجمع نادي انتر ميلان فطبعا يعني مسجل 4 اهداف وصنع 4 اهداف بالنسبة لعب محور تعتبر ممتازة واحتمال نسخته انه تنزل كنسخة سي ام مو سي دي ام فعالاغلب يمكن بس تنزل سي دي ام فمننتقل على المحور اللي بعده عنه واخر محور طبعا عنه واللي هو كاسيميرو ايضا كاسيميرو من اللاعبين جدا ممتازين بصراحة هاد الموسم مع نادي ريال مدريد فبالريتنج البطاقة العادية 85 ونزل له اوبغريد لستة وثمانين فبتوقع انه ياخد ريتنج 93 الصراحة بيستاهل على الاداء اللي قدموا هاد الموسم فطبعا لها ب42 مبارا مية وخمسة وثلاثين عدد تدخلات الناجحة يعتبر عدد جدا ممتاز سجل سبع اهداف وصنع ثلاث اهداف عدد المراوغات الناجحة و 21 مراوغة يعتبر يعني احصائية جدا جدا ممتازة وابر الثاقات عنده بتكون اللي هي الدفاع والفيزيكال الاثنين تلاتة وتسعين فرح ممتازين هاد الموسم بالدورة الاسباني لعب اربعين مباراة سجلت من اهداف وصنع عشر اهداف اربع واربعين مراوغة عمل هاد الموسم عدد المراوغات الناجحة فبتوقع انه ياخد ريتنج 93 صراحة بيستاهل اه على هالاداء ويمكن لو لو انه بيلعب ببرشلونة او ريال مدير كانت احصائياته بتكون افضل من هيك فطبعا ابرز طاقة عنده بتكون اللي هي الباصات ستة وتسعين طبعا لدريب لينج واحد وتسعين الشوت تسعين والفيزيكال الاثنين وتمان بصراحة هاد الموسم ونسبة دقة الباصات عنده من اعلى دقة الباصات تعتبر بالعالم بالنسبة لللاعبين فعليعب اثمان وثلاثين مباراة هاد الموسم سجل اربع اهداف وصنع تسع اهداف احصائية تعتبر ممتازة جدا كلنا منتوقع انه يمكن ان يصنع اهداف اكتر من هيك فعدد المراوغات الناجحة اربع وعشرين مراوغة لانه يعني شفنا بصراحة مبارح او لما نزلنا الحلقة اه دوري الانجليزي كان دي بروين صانع عشرين هدف يعني الصراحة كانت احص باصات تمانة وتسعين يعني شيء ممتاز بيكون تمانة وتسعين بشوف انه جدا مناسب له فالشوت تسعين وتكون طاقات جدا جدا ممتازة لو نزلت لتوني كروس ع هات الشكل فبننتقل على مركز السي ام اللي بعد عنا واللي هو ساول نجويز طبعا ايضا ساول نجويز من لعبين جدا ممتازين هاد الموسم مع نادي اتليت كومدريد فطبعا لعب واحد وخمسين مباراة سجل ست اهداف وصنع خمس اهداف يمكن ما تشوفوا على الاحصائيات الممتازة لكن داخل الملعب الل اللاعب من اللاعبين جدا جدا ممتازين وعمل واحد وسبعين مراوغة هاد الموسم يعتبر عدد جدا ممتاز ايضا فابرس طاقة عنده بتوقع لي هي الباصات والدريبلينج والمراوغات الاتنين تسعين وبعد ذا بيجي الدفاع سبعة سبعة وثمانين صراحة لو طاقاته هاد الشكل بتكون طاقات جدا ممتازة وتقريبا اصلا اللاعب نزل له وقتها فمننتقل على لعب خط الوسط اللي بعد عنا ولي هو اندريس ان يسته صراحة ان يستهد الموسم يعني خلينا نكون واقعيين ما قدم هالاداء اللي بت تقدر تقول عنه ممتاز لكن بنفس الوقت كان مقدم اداء جدا يعني جيد جدا شفنا هاد الموسم بالرغم من انه عمره بحدود تلاتة وتلاتين سنة تقريبا عشرة الشهر رح بيكون عمره اربعة وتلاتين سنة وهذا اخر موسم له فبتوقع انه يعني بيكون شي جدا ممتاز لو نزلت له بطاقة نزل له وبطاقة فلو نزلت له هاي البطاقة بتكون بصراحة جدا ممتاز بريتنج اربعة وتسعين طبعا لعب اربعين مباراة سجل هدفين وصنع ثلاث اهداف وسبعين عدد المراوغات الناجحة ومنعرف انه باغلبية مبارياته بيشارك اا يعني ممكن ستين دقيقة او سبعين دقيقة هذا ازا ما نزل كبديل يعني فلاعب الصراحة من اللاعبين الجدا ممتازين وخسارة كبيرة رحيلة عن برشلونة فابرز طاقة عنده بتكون اللي هي الباصات تمانة وتسعين والدري حتى انه مهاجم لعب خط وسط وعنده مراوغات جدا جدا اسطورية فطاقاته بتكون على هاد الشكل لعب خط الوسط اللي بعده عنا او السي ام الاخير اللي عنا ولي هو لوكا مودريتش ايضا لوكا مودريتش من اللاعبين الجدا جدا ممتازين هاد الموسم مع ناد ريال مدريد يمكن اا مستوى يعني اا سابة بتقدر تقول لوكا مودريتش من اللاعبين يعني اللي مستواها ما بيتغير على طول الموسم فطبعا بتوقع البطاقة تنزله بريتنج خمسة وتسعين طبعا لعب اثمانة وتلاتين مباراة هاد الموسم مع ريال مدريد يمكن عدد يعتبر قليل شوي يعني المفروض على الاقل يلعب بحدود التنين وعربين مباراة لكن يمكن انه اجته اصابات ولا شي وخاصة انه خط وسط ريال مدريد يعتبر جدا قوي فسجل هدفين وصنع سبق اهداف تمانة وخمسين عدد المراوغات الناجحة يعتبر شي جدا ممتاز فريتنج خمسة وتسعين بيكون جدا ممتاز الباصات طبعا ابرز طاقة عنده بتكون تمانة وتسعين فصراحة البطاقة لو على هاد الشكل بتكون جدا ممتازة بننتقل مركز الكام عنا وعنا اللاعب الوحيد بمركز الكام بهاي الحلقة واللي هو ايسكو ايضا موسم جدا اسطوري مع نادي ريال مدريد فلاعب ستة واربعين مباراة سجلت من اهداف وصنع تسع اهداف احصائيته جدا ممتازة بصراحة وستة وستين عدد المراوغات الناجحة كنت بتوقع انه مراوغاته بصراحة عددها اكتر من هيك لكن ستة وستين عدد المراوغات الناجحة فطبعا ريتنج واحد وتسعين بيكون جدا ممتاز بصراحة بالنسبة لي ايسكو والصراع سبعة وسبعين بطاقة على هاد الشكل لو نزلت رح بتكون بطاقة جدا جدا ممتازة بصراحة بالنسبة لي ايسكو فطبعا ننتقل لعنا مراكز الاجنحة وعنا عنا الجناح الاول طبعا بهاي الحلقة واللي هو جويدس ايضا جويدس من اللاعبين جدا ممتازين مع نادي فالنسيا هاد الموسم بتاقته العادية برايتنج اربعة وسبعين نزل له للدهب تقريبا تمانا وسبعين الرايتنج ونزل له عدة انفورمات فلاعب جدا جدا ممتاز مع نادي فالنسيا هاد الموسم هذا جدا جدا ممتاز فبتوقع انو تسعة وثمانين بيكون جدا مناسب بالنسبة له واحدة وتسعين السرعة ابرز الطاقات الدريبل والشوت لتنين تسعة وثمانين والباسات اثمانين لو اجت البطاقة على هاد الشكل رح بتكون بصراحة بطاقة من البطاقات الجدا جدا ممتازة فننتقل لع مركز الجناح اليسار اللي بعده عنا واللي هو فليب بي كوتينيو ايضا فليب بي كوتينيو من اللاعبين الجدا ممتازين مع نادي برشلونة هاد الموسم ومع نادي ليفربول رح لكم ليش بتوقع انه تن برشلونة يمكن اول اربع او خمس مباريات ما كان هالاداء لكن شفنا باخر كم مباراة بكل مباراة عم يسجل هدف او ازا ما سجل عم يصنع فاحصائياته قدامكم اثمانة وتلاتين مباراة سجل سبتعشر هدف وصنع خمستعشر هدف يعني مشارك باتنين وتلاتين هدف من اثمانة وتلاتين مباراة هاد الموسم وسبعة وتمانين عدد المراوغات الناجحة فلاعب يعتبر من اللاعبين الجدا ممتازين وريتنج اثنين وتسعين بيكون جدا ممتاز ابرز طاقة عنده اللي هي دريبلينغ خمسة وتسعين الباصات اربعة وتسعين الشوت تسعين والسرعة اثمانة وتمانين لو نزلت البطاقة على هاد الشكل بصراحة بتكون بطاقة جدا جدا ممتازة خاصة ان اللاعب من افضل اللاعبين يعني يعتبر حاليا اه كمركز جناح وممكن يلعب كمركز نص فمننتقل الان عمركز السي اف والسي اف الوحيد عندنا بهاي الحلقة واللي هو اليوني الميسي ايضا اليوني الميسي غالبيت هاد الموسم شفنا عم يلعب كسي اف جناح يمين ما كان عم يلعب ك جناح يمين وميسي بكون سي اف ورا المهاجم فبطاقة العادية طبعا بريتنج تلاتة وتسعين بتوقع ان البطاقة تنزل له بريتنج تسعة وتسعين متل ما صار السنة الماضية بلاعبة فيفا سبتاشة صراحة بيستاهل اداء اسطوري هاد الموسم لاعب واحد وخمسين مباراة سجل تلاتة واربين هدف وصنع تمنتاشر هدف يعني بتقدر تقول شارك بواحد وستين هدف من واحد وخمسين مباراة لعبة عدد المراوغات الناجحة ميتان وتسعة مراوغات تخيل عد عدد المراوغات الناجحة بس يعني لو جبنا عدد المراوغات الكلية يمكن يطلع بحدود لتلاتمية صراحة عدد جدا جدا ممتاز بالنسبة ليونيل ميسي ميتان وتسع مراوغات يمكن هو اعلى لعب باوروبا من حيس عدد المراوغات لعب يعتبر جدا ممتاز طبعا ابرز طاقة عنده بتكون الباصات تسعة وتسعين السرعة اتمان وتسعين والشوت اتمان وتسعين الفيزيكا الخمسة وتمانين احتمال الشوت عنده يكون تسعة وتسعين بيستاهل الصراحة حتى لو عطوه شوت تسعة وتسعين يكون بيستاهل بشكل كبير من افضل اللاعبين بالعالم فلعب من اللاعبين جدا ممتازين صراحة فمننتقل الان عمراكز الاستي الاول واللي هو ويسام بنيادر ايضا لعب جدا ممتاز هذا الموسم مع اشبيليا لعب 39 مباراة سجد 19 هداف وصنع 4 اهداف عدد المراوغات الناجح 16 عدد يعتبر قليل جدا فريتنج 91 شوت 94 اعلى طاقة عنده بتوقع تكون لعب اللي بعده عنه واللي هو ياغو اسباس ايضا لعب جدا ممتاز مع نادي سلتافيغو وهو يعني اعلى لعب اسباني من حيث عدد الاهداف بالدوري الاسباني يعني اكتر لعب اسباني مسجل اهداف حاليا هاد الموسم بالدوري الاسباني هو اسباس فلاعب 35 مباراة سجل 21 هداف وصنع 5 اهداف فتوقع ان ريتنج 92 بيكون جدا مناسب صراحة بالنسبة له ابرز طاقة عنده اللي هي الشوت 95 وبعده لدريبلينج 93 اللاعب اللي بعده عنه واللي هو طبعا اللاعب ايضا من اللاعبين جدا ممتازين مع سوسيداد هاد الموسم فلاعب 37 مباراة سجل 19 هداف وصنع 3 اهداف احصائياته اعتبر جيدة بتقدر تقول ف18 مراوغة ناجحة طبعا فلا لازم يعني انه ينزلوا اللاعب من سوسيداد فابرز لعب بشوفه انه بينزل هو ويليام جوزي طبعا اعلى طاقة عنده اللي هي الشوت 91 وبعده لدريبلينج والفيزيكال الاثنين الثلاثة وثمانين طن ننتقل على اللاعب اللي بعده عنه اللي هو لويس سواريس بالرغم من الاداء السيئ له ببداية الموسم الا انه استرجع اداءه بشكل كبير لعب اللاعبين الجدا ممتازين بصراحة ايضا وبيستاهل تنزله بطاقة تشكيلة الموسم لعب 47 مباراة سجل 29 هدف وصنع 15 هدف يعني بتقدر تقول شارك ب44 هدف من 47 مباراة 44 عدد المراوغات الناجحة وتقريبا عدد المراوغات الفاش اللي عنده اكتر من عدد المراوغات الناجحة بتقدر تقول فلاعب يعتبر من اللاعبين الجدا ممتازين الشوت 99 بتكون ابرز طاقة عنده لانه لاعب يعتبر قناص بصراحة دريبلينغ 95 باصاته فيزيكل 92 ننتقل على اللاعب اللي بعده عنه اللي هو كريستان ستواني ايضا من اللاعبين الجيدين جدا هاد الموسم مع نادي جيرونا بالرغم انه اول موسم يعني لنادي جيرونا بدوري الاسباني بدوري الدرجة الاولى يعني الا انهم قدمين اداء جيد بتقدر تقول لعب 30 مباراة سجل 19 هدف ما صنع لكن عمل 13 مراوغة فابرز طاقة عنده اللي هي الشوت 90 وبعد دريبلينغ 82 يعني بشوف ان طاقات على هات الشكل بتكون جيدة جدا بننتقل على اللاعب اللي بعده عنه واللي هو رودريجو ايضا رودريجو لاعب بالانسيا لاعب جدا ممتاز هاد الموسم فطبعا بطاقة العادية برايتنج 78 نزل لأبجريد للـ 80 فبتوقع انه ياخد تسعين بيستاهل بصراحة ابرز طاقة عنده بتكون اللي هي السرعة 97 الشوت ولدريبلينغ 92 فلاعب 41 مبارا سجل وصنع سبق اهداف فعدد المراوغات الناجح عنده 41 مراوغة يعتبر عدد ايضا تقدر تقول جيد نوعا ما فلاعب جدا ممتاز وننتقل على اللاعب اللي بعده عنه اللي هو اونتوان جريزمان ايضا اونتوان جريزمان من اللاعبين جدا ممتازين بالدور الاسباني هاد الموسم وحاليا نادي اتليت كومدريديو يعتبر بالمركز التاني تقدر تقول بفضل هاد اللاعب لاعب جدا ممتاز وحاليا يعني بنصف نهاية الدوري الاوروبي رح يلعبوا لسا مع نادي ارسنل بالاياب فطبعا ريتنج البطاقة العادية 88 بتوقع ينزل له ريتنج 96 صراحة بشوفه بيستاهل 45 مباراة 27 هدف 13 اسست يعني 40 هدف من 45 مباراة شارك فعدد المراوغات الناجح 38 يعتبر عدد جيد جدا بتقدر تقول بالنسبة لللاعب فعندنا اللاعب الاخير بهاي الحلقة طبعا واللي هو كريستيانو رونالدو ايضا موسم جدا ممتاز بالنسبة لكريستيانو رونالدو بالرغم البداية السيئة جدا بتقدر تقول لكريستيانو بالموسم يعني تقريبا كان باول 15 مباراة مسجل هدفين لكن بعدين شفنا جاب عدد كبير من الاهداف بوقت لاحق يعني باخر مباريات الدوري فعندك لعب 40 مباراة هاد الموسم سجل 42 هدف وصنعت من اهداف يعني شارك 50 هدف من 40 مباراة وعدد المراوغات الناجح 52 يعني عدد يعتبر جيد بتقدر تقول فبتوقع انه ياخد ريتنج 99 ايضا في حالة ريال مدريد اخد دوري ابطال اوروبا فاكيد رح بياخد ريتنج 99 نفس بطاقة تشكيل السنين ما غيرت فيها اي شي نفس الطاقات ونفس كل شي لكن في حالة انه ما اخدوا دوري الابطال فبتوقع ان الريتنج اللي رح ياخدوا 98 لعدة اسباب اول سبب انه يعني اللاعب يعني فريقه مركز ثالث بالدوري فيعتبر الترتيب يعني ضعيف نوعا ما يعني ما اخدوا الدوري ولا اخدوا الكأس يعني رح يطلعوا بموسم صفري ففي حالة اخدوا دوري الابطال فاكيد رح ينزل له الريتنج 99 لكن في حالة ما اخدوا ريال مدريد الدوري ابطال اوروبا فرح ينزل له ريتنج 98 لاغلب فهذا كان بالنسبة لهاد اللاعب بالنسبة لتوقع تشكيلة الموسم من الدوري الاسباني فبالشباب يكون صنع لهاية الفيديو بتمنى لفيدو عجبكم بتمنى دعمك بزرلك تشترك بالقناة اعذمك بتمنى اقوى اقوى دعم لهذا الفيديو وتفجروا المقطع لايكات وتنشروا المقطع بكل مكان ورح حاول ان شاء الله باسرع وقت نزلكم توقع تشكيلة الموسم للدوري الايطالي لو حابين يعني الدوري الايطالي يعني شفت كتير طلب عليه او لو حابين الدوري الفرنسي او الالماني فاكتبوا لي تحت بالتعليقات يعني توقعكم لتشكيلة الموسم بالدوري الاسباني وهل في لعبين تسيت حطهم بالتوقعات او هل في لعبين حطيتهم وانت شايف انه ما بيستاهلوا انه ينزل لهم تشكيلة الموسم واكتبوا لي ايضا شو حابين تشوفوا بالحلقة الجاية فبس هذا اللي كان عندي اليوم شكرا على خير في ديار الجاية في امان الله